بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلام الله عليكم وتحية مني إليكم سنتابع معا درس أفعال المقاربة والرجاء والشروع الجزء الثاني أحياكم الله أهداك درسنا عزيزي الطالب الهدف الأول أن تعرب جملا تحتوي على كادة وأخواتها إعرابا صحيحا الهدف الثاني أن توضح حكم اقتراني خبر كادة وأخواتها بأن توضيحا دقيقا الهدف الثالث أن توضف أفعال كادة وأخواتها في جمل توضيفا صحيحا لدينا الأمثلة الآتية المثال الأول عسى الله أن يهدي شبابنا إلى ما فيه الحق والصلاح الجملة الثانية كربت الدولة تنجز خططها المستقبلية للتنمية المستدامة الجملة الثالثة إخلولق السلام أن يعم مختلف دول العالم بعد قراءتنا الأمثلة السابقة تأمل الكلمات التي تحتها خط ثم أجب عما يأتي السؤال الأول ما إعراب الكلمات الملونة باللون الأحمر؟ هذه الكلمة أحبابنا بماذا سبقات؟ أحسنتم فقد سبقات بفعل من الأفعال الناسخة فهي إذن اسم مرفوع للأفعال الناسخة على الترتيب عسى وكربة وخلولقة السؤال الثاني ما الموقع الإعرابي للجمل التي تحتها خط؟ نعم أحسنتم وبرك الله فيكم في محل نصب خبر للأفعال الناسخة وهي على الترتيب عسى وكربة وخلولقة السؤال الثالث ماذا تسمى هذه الأفعال من حيث العمل أحبابنا؟ بالفعل تسمى أفعالا ناسخة أو ناقصة نذكركم أحبابنا بعمل أفعال المقاربة والرجاء والشروح تعمل هذه الأفعال عمل كان وأخواتها في الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها والفرق بين كان وأخواتها وكاد وأخواتها أحبابنا أن خبر كان وأخواتها يكون مفردا أو جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة أما خبر كاد وأخواتها فلا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع والآن أحبابنا نأخذ أمثلة إعرابية المثال الأول طفق الوعي يزداد لدى الكثير من الشباب ما إعراب الفعل طفقه؟ بكل تأكيد هو فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح الظاهر وهو يفيد الشروع كما مر معنا ما إعراب كلمة الوعي؟ أحسنتم اسم الطفقه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ما إعراب يزداد أين خبر طفقه؟ جميل جدا بارك الله فيكم إذن يزداد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل يزداد والفاعل في محل نصب خبر طفقه نأخذ مثالا ثانيا عسى اللاعبون أن يحققوا الفوز في المباراة القادمة ما إعراب عسى أحبابنا؟ فعل ماضي ناسخ وهو جامد أيضا مبني على الفتح المقدر وهو يفيد الرجاء كما مر معنا اللاعبون أحبابنا ما إعرابها؟ تفضل ولدي أحسنت أيها الرائع فهي اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم بارك الله فيكم ما إعراب أن؟ وما إعراب يحقق أحسنت أيها الرائع إذن أن حرف مصدري ونصب ويحقق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى الطلاب أخذوا يطبقون الإجراءات الاحترازية بدقة تامة ما إعراب أخذوا يطبقون أحبابنا؟ أخذوا فعل ماضي ناسخ مبني على الضم وذلك بسبب اتصاله بواو الجماعة وهو يفيد الشروع كما تعلمون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم أخذ أما يطبقون فإعرابها فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون كما تعلمون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر أخذ بكل تأكيد بارك الله فيكم المثال الرابع الهمة في العمل توشق أن تملأ القلوب ما إعراب ما تحته خط أحبابنا توشق فعل مضارع ناسخ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو يفيد المقاربة كما تعلمون واسم توشق ضمير مستتر جوازا تقديره هي حرف مصدري ونصب وتملأ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر توشق لاحظنا أثناء الإعراب أحبابنا لتلك الأمثلة اقتران خبر كادا وأخواتها بأن في بعض المواطن وعدم الاقتران في مواطن أخرى فما السبب أحبابنا؟ تعالوا معي الآن نتعرف حكم اقتران خبر كادا وأخواتها بأن المثال الأول تكاد الأعمال الإنشائية في ملاعب كأس العالم عام 2022 تنتهي أو أن تنتهي نلاحظ أعزائي الطلاب جواز اقتران خبر كادا بأن فما حكم الاقتران بأن وأيهما أفضل الاقتران أم عدمه؟ جائز بقلة فعدم اقتران خبر كادا بأن هو الأفضل مع جواز الاقتران ولكن بقلة المثال الثاني كارب التسوق عبر الإنترنت يسيطر على أسواق التجارة في العالم أو أن يسيطر على أسواق التجارة أيضا نلاحظ أحبابنا جواز اقتران خبر كاربا بأن ولكن أيهما أفضل أيضا الاقتران أم عدمه؟ إذن حكم كاربا مثل كادا المثال الثالث أو شكت ظاهرة الاحتباس الحراري أن تتضح جميع آثارها الوخيمة أو تتضح جميع آثارها الوخيمة جائز بكثرة فالأفضل إذن هو الاقتران المثال الرابع عسى أبناء الطلاب أن يجنوا ثمارا جدهم واجتهادهم أو يجنون ثمارا جدهم واجتهادهم نلاحظ أيضا أحبابنا جواز اقتران خبر عسى بأن من عدمه ولكن ما الأفضل؟ جائز بكثرة فالأفضل إذن هو الاقتران أحبابنا المثال الخامس حرى الشباب أن يدركوا مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت نلاحظ أبناء الطلاب أن خبر حرى قد اقترن بأن فما حكمه؟ واجب المثال السادس إخلولق القطريون أن يحققوا لبلادهم ما تصب إليه من تقدم ورفع أيضا نلاحظ أعزائي الطلاب اقتران خبر اخلولقا بأن فما حكمه؟ واجب بارك الله فيكم المثال السابع شرعت بلادنا العربية تهتم بالنابغين من أبنائها في مختلف المجالات نلاحظ أعزائي الطلاب عدم اقتران خبر شرعا بأن فما حكمه؟ المثال الثامن والأخير أخذت أزمة نقص موارد المياه تضرب كثيرا من دول العالم نلاحظ عدم اقتران خبر أخذ بأن فما حكمه؟ ممتنع أيضا حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن أولا جواز الاقتران بأن ويكون بقلة مع فعلي كاد وكرب وبكثرة مع فعلي أو شك وعسى الحالة الثانية الوجوب فنجدها مع الفعلين المتبقيين من أفعال الرجاء وهما حرى وخلولق الحالة الثالثة الامتناع نجدها تشمل كل أفعال الشروع صوب الخطأ فيما يأتي وأعد كتابة الجملة صحيحة مع الضبط التام الجملة الأولى قام الطالب أن يشارك في الحوار بدأت الجملة بالفعل قام وقلنا منذ قليل أن حكم اقتران خبر أفعال الشروع بأن ممتنع فالصواب إذن قام الطالب يشارك في الحوار الجملة الثانية حرى الطبيب معالجة المرضى الفقراء بدأت هذه الجملة بالفعل حرى وخبره لا يأتي إلا جملة فعلية فعلها مضارع فالصواب حرى الطبيب أن يعالج المرضى الفقراء الجملة الثالثة طفق الحجاج أن يعود إلى أوطانهم بدأت هذه الجملة بالفعل طفق فتصبح الجملة بعد التصويب طفق الحجاج يعودون إلى أوطانهم التدريب الثاني أكمل الجملة الآتية بوضع الفعل المناسب من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع المثال الأول فراغ المسلمون ينصرون إخوانهم أخذ المسلمون ينصرون إخوانهم المثال الثاني فراغ الحجاج أن ينهو مناسك الحج أو شك الحج أو شك الحجاج أن ينهو مناسك الحج الجملة الثالثة فراغ الغائب أن يعود سالما إلى وطنه عسى أو خلولق أو حرى وكلها بمعنى عسى الجملة الرابعة فراغ فراغ دولتنا الحبيبة قطر تحقق الاكتفاء الذاتية في مجال الغذاء فنختار إذا كادت أو كربت المثال الخامس فراغ المشروعات الكبرى في قطر تؤتي ثمارها بدأت أو شرعت التدريب الثالث يقول هذا السؤال أتمم الجمل الآتية بوضع الخبر المحذوف في المكان الخالي عسى الاستعراض بالسيارات فراغ من بلادنا عسى الاستعراض بالسيارات أن يختفي من بلادنا الجملة الثانية بدأت الدولة فراغ مشاريع الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص فتصبح الجملة بدأت الدولة تدعم مشاريع الأمن الغذائي الجملة الثالثة أخذ أبناء الأمة فراغ على رقيها وتقدمها فتصبح الجملة أخذ أبناء الأمة يعملون على رقيها وتقدمها المثال الرابع إخلولقت البشرية فراغ أهمية العمل التطوعي خاصة وقت الأزمات فتصبح الجملة إخلولقت البشرية أن تدرك أهمية العمل التطوعي المثال الخامس والأخير أوشك المدعوون فراغ حفل افتتاح المشروع فتصبح الجملة أوشك المدعوون أن يحضروا حفل افتتاح المشروع التدريب الرابع حيث يقول هذا السؤال عبر عن المعاني الآتية بفعل من أفعال المقاربة أو الرجاء أو الشروع وغير ما يلزم الجملة الأولى اقتراب بدء اختبار منتصف الفصل الأول أوشك اختبار منتصف الفصل الأول أن يبدأ الجملة الثانية أداء الإرشاد الأكاديمي رسالته في المدارس عسى الإرشاد الأكاديمي أن يؤدي رسالته في المدارس الجملة الثالثة technي استعادة الأمة العربية مكانتها بين الأمم اخلوقت الأمة العربية أن تستعيد مكانتها بين الأمم الجملة الرابعة نمو الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع تصبح الجملة شرع الوعي الصحي ينمو لدى أفراد المجتمع الجملة الخامسة والأخيرة استخدام الذرة في مجالات السلم كافة فتصبح الجملة أخذت الذرة تستخدم في مجالات السلم كافة التدريب الخامس وصلنا أحبابنا إلى إعراب الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية إعرابا تاما الجملة الأولى جعل الطلاب يذاكرون دروسهم استعدادا للاختبارات ما إعراب كلمة الطلاب أبنائي؟ نلاحظ أحبابنا أنها سبخة بالفعل جعل والذي يفيد معنى البدء والشروع وبالتالي نستطيع القول إن إعراب كلمة الطلاب هو اسم جعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الجملة الثانية جعل الطلاب التفوق هدفا لهم فجعل هنا تفيد التحويل وبالتالي فإعراب كلمة الطلاب هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الجملة الثالثة أخذ الرافعي العلم عن والده الفعل أخذ أهو ناسخ أم تام أحبابنا؟ كل تأكيد هنا الفعل أخذ بمعنى الأخذ والتناول فهو فعل تام فإعراب كلمة الرافعي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الجملة الرابعة أخذ الرافعي يدافع عن الفصحى وإعجاز القرآن في كتبه نجد أحبابنا في هذه الجملة أن الفعل أخذ هنا بمعنى بدأ وبالتالي فهو من أفعال الشروع وإعراب كلمة الرافعي هي اسم أخذ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهكذا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو لكم وافر التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله